السلام عليكم وعدنا للابة ليغوف لجند واليوم بمقطع لأول مرة عم نجرب هذا النوع من المقاطع طبعا لسبب هلا هحكي لكم شو اللي صار معي بالزبط طبعا هذا المقطع عن الشامبيون الجديد بلابة ليغوف لجند الشامبيون برام طبعا هذا الشامبيون آآ يعني هو صدر مؤخرا باللابة هو آخر شامبيون صدر باللابة آآ هاي صورته الموجودة آآ بجانبها الكبيرة صورته مع صورة السكن الجديدة تابعه اللي نزلت معه آآ طبعا هذا الشامبيون آآ حسب مو انا بسه ما ما جبته يعني للشامبيون آآ ولكن حسب ما حاطين كاتبين عنه آيلين وكذا هو شامبيون سببورت بشكل اساسي يمكن ينفع باشياء تانية بقى اكيد هيخترعوا الناس اشياء تانية يمكن جنغل يمكن ميد يمكن توب ما بنعرف شو هيخترعوا آآ ولا كان عم بيقولوا بشكل اساسي هو شامبيون سببورت آآ دفاعي جدا يعني سببورت اوف تانك هيك خلينا نسميه آآ ومتل ما قلت هاي هي اللي سكن آآ لزيادة تابعه آآ يعني هي الصورة بتعبر بتعبر حلوة الوانة آآ رسمة جميل ولكن الشي اللي بدي اقوله بقى انا هو انه آآ عملت آآ متل آآ خبر سريع نزلتوا على التويتر بتويت ونزلتوا على صفحة الفيسبوك وكمان نزلتوا على الانستغرام على الثلاث آآ هالثلاث آآ وسائل تواصل اجتماعي آآ مع المشتركين بشكل عام وسألتهم للمشتركين شو بتحبوا؟ بتحبوا آآ نشتري هل أعجبكم الشامبيون هذا الجديد بشكل عام؟ بتحبوا أو بيرأيكم انه نشتري لهذا الشامبيون ولا لا؟ آآ بيرأيكم نشتري هايلي سكن اللي بالصورة ولا لا؟ ونعمل له مقطع على اليوتيوب ولا لا؟ طبعا بعد ما نزلت هاد المقطع آآ هاد الخبر آآ قلت له للناس اللي حابين انه يصير آآ هاد أو يتفعل أو نعمل هالفكرة أو نعمل مقطع على هاد الشامبيون يعملوا لايك أو ريتويت طبعا النتيجة كانت غريبة جدا انه آآ على الفيسبوك يمكن كانوا شي ثلاثين لايك اكتر شي مقطعوا ثلاثين هنا يمكن خمسة وعشرين بس انا مقول هلا ثلاثين لبين ما ينزل المقطع ممكن يصيروا ثلاثين آآ وحتى لو كان اكتر من ثلاثين حتى ومنحكي خمسين أو مية بضل رقم قليل كتير وعلى التويتر ما كان في اي ريتويت نهائيا يعني ما كان في تفاعل على التويتر وعلى الانستغرام كان في اكتر تفاعل بين الثلاثة يعني بشكل عام وصلنا يمكن لشي ثمانين مية هيك شي آآ ولكن بشكل عام وقت اجت هالنتائج آآ فكرت انا انه معناته المشاهدين اذا ما ما حابين انه نعمل مقطع لهذا الشامبيون بعدين دغاري اتفاجأت إنه بموضوع تاني تماما أنه كتير في كومنتات اجيت آآ بي آآ اليوتيوب انه نزل آآ مقطع عن الشامبيون الجديد بقى انا هون صار فيني النوع من الضياع عن ما عرفت هل انا اشتري الشامبيون ولا ما اشتري اشتري الاسكن ولا ما اشتريها نزل فيه مقاطع ولا ما نزل فيه مقاطع اشرحوا ما اشرحوا ضعط صار فيني نوع من الضياع بقى هون آآ بدي ارجع للمشاهدين وقل لن اول شي يا ريت ازا انتو يعني خبرونا ازا انتو ما عندكن لا فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام مع انو هذا كتير شي انا بنصح فيه مشاهديني دائما بنصح مشاهديني بالاشياء اللي انا بستعملها او انا بلاقيها مفيدة فعالة سريعة للتواصل ازا ما عندن فيسبوك او تويتر او انستغرام ينقوا واحد منن ويستعملوها لانو هيك اشياء يعني سريعة للتواصل او بدكن شوفوا مقطع جديد ضغري انتو بتصوتوا انتو بتقولوا بدنا يا ما بدنا يا اه هي اول مرة جرب على اليوتيوب ان ينزل مقطع تصويت بقى انتو ازا حابين انو نعمل مقطع ياريت تكتبو لنا بالكومنت وياريت اه بعد هالقصة انو او بعد ما تخلصوا من هالموضوع تروحوا على رابط الفيسبوك تويتر جوجل بلاس متماقلت لكم اه تختاروا منا انستغرام يعني كل الاشياء بس انستغرام قليل للتصويت علينا همجرب تجربة يعني مجرد تجربة هاي المرة كانت بس كتير مهمة بالنسبالي لانو انتو تخيلوا معي الى قناة الحمد لله في اكتر من 12000 مشترك مسلا وقت يكون في عندك 12000 ما في غير مية فقط او 200 او حتى عم تحكي ب300 شخص من ال 12000 بدن مقطع معين او بدن شي او لعبة معينة هاده الرقم كتير قليل وهذا يعني انو ما بدن ولكن انا خايف انو متل ما كنت من قبل عم بقول انو الناس ما عم تشترك على الفيسبوك على تويتر على الانستغرام مشان هيك مال كلا بيسوت هلا على اليوتيوب هنشوف هنشوف بالزبط النتيجة الحقيقية خلينا نقول او النتيجة الاخيرة ااا حسب هالنتيجة يا عما بروح بشتري الشامبين ان شاء الله بشتري السكن اذا انتو قلولي انتو نصحوني حبينا ولا لأ اذا مو حبينا كب miles م 250 عملو مقاطع اا ممكن عملو اكتر والمقطع ممكن عملو شرح اا ممكن مشوف كذا شغلة يعني اا حسب بحسب شو بيتطلع نتيجة التصويت بقى أنتوا صوتوا صوتوا هون عن اليوتيوب برجع بقول ما حقدر أعمل تصويتات دائما يعني صعب إنك تعمش هيشوفوا هلأ شو صار ععدت حطيت جهاز الإضاءة الكاميرا تصوير جهازنا الخلفيات نعمل مونتاج لسه مقطع كله مشان مجرد تصويت كان يعني حله مجرد كلمة أو كلمتين المفروض يعني أنا تخيلها الصورة اللي بتريحني وأكيد بتريح المشتركين بيوم للأيام أني بس مجرد بتويت وخبر على الفيسبوك هل بتحبوا أنه نزل مقطع للشامبيون برام الجديد مثلا بيجي يصير بفعلي لايكات أربعمائة خمسمائة ألف لايك خلص قطعنا ألف خمسمائة لايك معنات أكيد الناس بدأ يعني قطعوا العشرة بالمئة المشتركين يعني متى ما قطع عشرة بالمئة المشتركين دغري يعطوك بنفس اليوم لايك هدولي أنت ما بدك تحسب لأنه كل يوم الواحد بقدر يدخل وكل يوم بقدر واحد يشاهد بس ما أنه قطع عشرة بالمئة معناتها في إقبال أما وقت تجي تعمل هيك خبر مثلا ويكون أن عدد الإقبال أقل من واحد بالمئة تخيلوا إذا عندك مشتركين بقناة أقل من واحد بالمئة فقط بدون شيء هذا يعني أنه في غلط يا أما الناس ما لا مشتركة بهدول أماكن أو ما بتستعمل لا بتستعمل فقط اليوتيوب وهذا حق طبعا يعني ممكن بس أنا بنصحهم أنه يعني مشان إذا حابين كل ياتنا مع بعض نتطور نقدر بسرعة نعمل مقاطع يعني هلا أنا مثل ما قالت جهزنا وعملنا وخلص وخلصنا المقطع وبدي وقت لنزله ولسه بدي انطر كمان مثلا يوم أو يومين لنعرف نتيجة التصويت بقى بالنهاية السؤال اللي كان مفروض ياخد معنا أنا ياخد معي شخصيا دقيقتين ثلاث دقايق والمشاهدين ياخد معهم خمس ست ساعات مثلا هلأ صار أنا بياخد معي خمس ست ساعات ومع المشاهدين حياخد لسه لبين ما ينزل المقطع ويجاوبوا كذا كمان يومين بقى أخذت القصة ثلاثة أيام يعني للأسف هلأ الحمد لله نحن نزلها هلأ حننزل ونزل نقول أنتم تشاهدوا المقطع نزل لهذا المقطع ولكن المرة القادمة الوقت يكون فيه شامبيون جاي إن شاء الله بلعبة ليغ أوف لجند مسلا بنعمل الخبر على الفيسبوك أو على تويتر بتجاوبوا أنتم معي بسرعة شو بدنا هذا بيكون بدل توقيت هذا المقطع اللي هلأ عم نسأل فيه وتصويته كذا بيكون نزل فورا المقطع رانكت بمباراة خالصة وعم نجهز لمقطع بعده كمان بنفس الشامبيون ممكن بغير خطة بغير تكتيك غير ماستري غير رون ممكن يكون شرح ممكن يكون أي شيء ما بعرف بقى أنتوا اللولي آراءكن إذا عندكن آراء غير الآراء اللي أنا هلأ طرحتها أو قلتها آآ قلولنا عليها بس آآ أنا شايف يعني آآ من تجارب آآ قنوات آآ يعني عالمية بشكل عام إنه أكتر شي بتلاقيهم بيعملوا تويت وخبر على الفيسبوك آآ ما بيستعملوا انستغرام كتير بيتدركوا الانستغرام لصور شخصية أكتر شوي وهيك بشوفونا نحنا ما عام نقلد ولكن عام نستفيد من خبري الخبرة بشكل عام هدول اكتر شيء اسهل شيء للمسبة للعرب يعني انه يستعملوا بشكل العام فيسبوك وتويترين الاشياء التانية اللي بستعملوا الجانب احنا مالنا فيها ومعرف شو بستعملوا اسماء كتير والله يعني اكتار بس المهم انه بيحطوا هيكي وبعلى هال يعني هالنتيجة هلأ في ممكن يكون كل الكلام اللي عم بقوله انا يكون هاي ارقام صحيحة يمكن يكون فعلا فقط واحد بالمية من المشاهدين بدن هاد الشامبيون ممكن يكون هيك هلأ بيبين طبعا من عدد اللايكس اللي حنشوفه تحت هادا المقطع وعدد الكومنتز الناس شو عم تقول ممكن يكون هيك الرقم وما نعمل اي مقطع او اي شيء او ما اشتري الشامبيون كله على بعضه اللي هو هادا برام بس ما بعرف لنشوف نشوف شو بيصير معنا وان شاء الله هاد المقطع ما يتأخر لينزل يعني انا هلا بنزله بعد ما نزل الشامبيون تقريبا بشوي بيوم بقى ما بعرف وحنطا انضعت انا ما بعرف امتا نزل الشامبيون اساسا بكل الاحوال قلولنا اراكن متل ما قلت ازا عنكن ايا 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 يعني اضافات ايا اقتراحات ايا اشياء قلوه وبرجع وحاولنا على الرابط كلها حطلكم مرة تانية الرابط باليسكريبشن باليوتيوب اا يعني حاولوا ازا انتوا كنتوا بالفيسبوك عمشوفها الوقت عفوتوا على اليوتيوب ازا عمشوفوها مو عن طريق اليوتيوب يعني او من طريق شي موقع او شي شغلة فوتوا على اليوتيوب تلاقوه باليسكريبشن تحت حطا اا كل الرابط عشان تلحقونا عليها وصوتو صوتو معنا يعني ازا في عندكن طريقة هيكي ما لخطر ابدا على بالنا وممكن تكون فعالة بالنسبة للمجتمع العربي كمان قلولنا ياها اا مو شرط بعتوليها برسالة خاصة لا احطوها بالكومنت اا موضوع اا كتير اا بسيط وسهل وهذا كان كل شي يعني هو مثل هذا المقطع مثل الفيلوغ ولكن بنفسه التصويت مثل ما قلت اول مرة نجربه اا كمان قلولي اذا حابين نعمل تصويتات او مقاطع تصويتات على اليوتيوب بس مشكلته الوحيدة البطئ نعم مشكلته التصويت على اليوتيوب البطئ بدي اعمل مقطعه وحضره ورندر وخلصه بعدين نزله ونستنى نتيجته هاد هو الفرق اا عاليوتيوب تويتر عالفيسبوك وتويتر يعني دقايق في نساويب دقايق عاليوتيوب بدي ساعات ست او سبع ساعات من العمل بين تصوير وبين رندرينج ومونتاج او هالاشياء اللي بيساوه الناس وبين الابلود وتجهز المقطع وتكتب له كتاباته شايفين يعني في فرق توقيت كبير بقولولي انتو شو بتحبه كمان وكمان انا رأيكون ممكن نستفيد كتير ومنطور مع بعض ونقدر نمشي بهاللعب اللي انتو بتحبوه هو بالعاب تانية كتير يعني فكرة هاي التصويت مشارط تمشي بس على لعبة ليغوف ليجند بل اا ممكن تمشي على اي لعبة موجودة بالقناة يعني ما فينا نقول انو هاي طريقة بس لهاللعب بزات اي لعبة انتو بتحبوه فينا نمشي عليها نفس السيستم نفس النظام بس انتو قولوا كيف الطريقة اللي حبينا وخلاص وانا فكرت له لهذا الشامبيون باسم دلع شلون اسماء الدلع تبع الشامبيون هذا بس حاتركوه السري في حال اشتريناه في حال بلشنا في مقاطع في حال عملنا عنه مقاطع لا في احتمال اشتري بس ما ساوي عنه مقاطع هذا احتمال قليل كتير كمان بس هاي ممكن ساويه بس مشان السواب وكذا اذا بدي اعطيه له حدا من فريق او اذا بدي جربه بس للتسليه اه هاي احتمال كتير قليل يعني هذا ما ساوي بس همقوله بشكل عام كمان بس انو بشكل عام جهز هيك خطر عبالي اسم اه مضحك لهذا الشامبيون ممكن نسمعه سوا اه اذا نزلنا عنه مقاطع بكل الاحوال اه هذا كان كل شي لليوم ما بتمنى ما تبخلوا علينا بتصويتكن رأي كل مشترك كل المشترك بهمنا كل ما زادوا الاراء كل ما تكون الصورة اوضح نعم الصورة كل ما اللي بتصير فول اتش دي كل ما اللي بتصير اه ونقية كل ما تصير واضحة كل ما يزيدوا الكومنت ويزيدوا الناس يقولوا اراءة لانه اه هذا الشي اللي احنا عم نحاول نساويه من ورا كل هالموضوع كاما معكم عمر اول جن جن وان وبشوفكم بحلقات قادمة من لابتكم المفضل للابت ليغوف لجند ومن العابكم التاني الموجودة بالقناة اللي ياريت لا تنسوا انو تشيكوها بالبلاي لستس بالفيديوز اللي فيه العاب كتير قديمة اه ولكن ليست قديمة كتير لانه احنا قناتنا بتضخ افلام كتير بقى اه يعني ازل احنا في عنا حوالي قطعنا لثمانمائة مقطع تقريبا هتلاقي العاب اه من سيارات لا طيهارات لا حرب لا ادفينشر اه مغامرات اه فرست برسن شوتر اه كل الانواع فيكن وحتى اشياء عن الهارد ويرز مثل كيبوردات ام بوكسنج لا اشياء اه اكسترنال هاردين فيه اشياء كتير هيك مشكلين شوفوها البلاي لست كمان وقلولنا ارأكم فيها وازا فيعتكم اي اضافات ممكن ساوية اه بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله ومع السلامة